السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احلى متابعين في الدنيا اهلا بيكم في قناتي ماما في المطبخ لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعمل اللايك وسابسكرايب واشتراك القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد من فيديوهاتي ان شاء الله يلا بينا نسمي الله ونشوف عملنا في الفيديو النهاردة النهاردة عملنا حلو الرمان حلع بارد سهل بسيط سريع جدا جدا مكونات بسيطة جدا جدا يلا بينا نشوف المكونات كانت ايه وعملناها ازاي 180 جرام من البسكت اي نوع بسكوت سادة خالص تمام كده اللي هو بسكوت الشاي وحطيت عليه معلقتين كبار من الزبدة سيحتهم على النار وابتديت اخلي الخليط رملي تمام خليت الزبدة تندمج مع البسكوت كويس جدا بعد كده بقى حجيب البولات او كبايات او سنيا بايركس اي حاجة عندك تقدر يتقدمي الحالة بتاعنا الحلو ده فيها دفت بقى معلقتين كبار في كل كباية وحكفي معايا برضو البولتين دفتوهم برضو وابتديت هو ده اول ديسك هضغطه جيش بقى قالك اتصرف في اللحظة دي انا ما بقيتش عارفة اضغط في الكب لان الكب دايق شوية فقلت اجيب الفانيليا واضغط بيها بالوضع ده غلبت الفانيليا اليوم ده معايا بعد بقى ما ضغطت بيها بالسكلة ده هياخد الطبقة الاولى احطها في التلاجة تسقى تاخد تبريد لحد ما اعمل الطبقة التانية لو وصلت معايا الهنا ما تنسي ذكر الله الله اكبر والحمد لله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صلي وصلي مبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اهلي واصحابي اجمعين اللهم امين بعد بقى ما ضغطت اهوت دخلتها التلاجة الرمان موجود بكسرة في السوق ما عندكيش حجة يلا بينا بقى نشوف الطبقة التانية اربع معالي من النشا واربع معالي من الدقيق العادي وكوباية من السكر ده على عصب رغبتك ودي الفانيليا اللي غلدناها معانا من شوية ومعايا معالاة من الزبدة تمام كده وكيلو لبن اللي هو اللتر اللبن اللبن الحليب دلوقتي بقى هجيب اناء اللي هو حلاة او كسرولة اللي انت عايزاه حديفي بقى كوباية السكر وده على حصب رغبتك السكر تحبي محلي حتي كوباية ما تحبي نص نص مصبوط يبقى نص كوباية تمام كده حطيت عليهم اربع معالق من النشا عليهم اربع معالق من الدقيق عليهم اللتر من الحليب وهضيفه الاول هقلب على البارد وهضيفه على النار كأنك بتعملي مهلبية بالزبط مش كأنك انت بتعملي مهلبية حلوة بالزبط حلو كده حتى الان مهلبية دلوقتي بقى هضيفها على النار حطيتها بالشكل ده قلبت بقى قلبت قلبت لحد ما ابتدى القوام يتقل معايا اول ما القوام يبتدى يتقل معايا هنزل به غطى من الفانيليا اللي هي غلبناها معانا في الاول يعني معلقة صغيرة من الفانيليا وعليهم معلقة كبيرة من الزبدة وحفضل اقلب لحد ما تدوب معايا الزبدة حلو الكلام حلو الكلام يلا بقى بينا نشوف الخطوة الجاية هنعمل ايه معايا بقى نص كوباية نص كوباية من كريم جنتي كريم جنتي اللي عندي ده كان لباني طيب تشتري منين من عند مستلزمات الحلويات من محل مستلزمات الحلويات قولي له عايزة كريم جنتي لباني لا عندك عندك مش عندك حتي كريم جنتي عادي خالص او الباكت اللي هو دريم ويب عادي خالص تمام كده حضيفه دلوقتي وهضربه بالمضرب هو لا فيه تكاتلات ولا فيه اي حاجة بس انا حبيت قدي للطعم ريتش اكتر وخليته كريمي فظيع فظيع بجد لازم تجربيه حلو سهل بسيط سريع كل حاجة يعني مش عارف اقولك ايه عليه ولزيز جدا جدا مغزي جدا فوق متتخيالي الاولاد بعد بقى ما ضربته ضربة بسيطة جدا حتى هو سخنه مولع ما كان لسه مبردش بعد بقى ما ضربته ضربتين بالشكل ده حاخده بقى اصبه فين على الطبقة الاولانية في البولات حلو كده وقلتلك لو عايزة تعمليه في بايركس وكيه اللي هو السينية بايركس قالب بايركس او قباط عادي خالص او اللي هو بولات الخشاف او اي حاجة اللي متوفر عندك استخدميه بس هو ده كان اسهل حاجة واخف حاجة كده كل واحد ماسك الكب بتاعه بيبقى سهل وبسيط بعد كده بقى عملت ايه وهي الطبقة التانية سخنة ضفت عليها الرمان لو عندك رمانية طبعا فواد الرمان كتيرة جدا فيه فيتامينات كتيرة جدا وهو متوفر اليومين دول في الاسواق فبالنسبالك هيكون متوفر ان شاء الله وسهل ضغط عليه ضغطة كده وانت بتركيبيه على بتحطيه على المهلبية بتضغطي عليه ضغطة بسيطة بالمعلقة بايدكي علشان يثبت معانا الرمان وما يعمش على الجلي لما هنحطه تمام كتير لما تديه في الجلي حيعوم لو انت ما عملتش الخطوة دي لازم تضغطي عليه ضغطة بسيطة تمام بالشكل اللي انا عاملاه قدامك دوت يستفيدي من وجوده لانه هو بجد مفيد جدا جدا لمرضى القلب مفيد جدا لمرضى الضغط مفيد في جلتا الاحوال في الدورة الدموية في كل حاجة فيه فيتامينات كتير ومفيدة للاولاد دخليه لهم بالشكل ده لان فيه ناس ما بتحبوش فبندخله في قلب الحلويات علشان يتاكل حين بقى الخطوة الاخيرة ده باكت من الجلي ده جلي كريز لو عندك جلي فراولة اوكي اي جلي نوعه اللي لونه احمر اي نوع لونه حتى لو بطيخ تمام كده؟ تمام بتحطيه عليه كباية مياه سخنة مولعة مغلية وعليه نص كباية من المياه السقعة المجمدة يعني اللي فيها حيطة كده فرافيت تادي نص كباية عشان ما يطولش معاكي في التبريد هياخد ايه حاجات بسيطة جدا وتبص لقيه برد وتماسك وبقى شكله روعة زي ما شفتيه كده في اول الفيديو هتقدميه بقى لديوفك تقدميه لأولادك حلو جميل قوي في الفترة دي تأكلي الأولاد الرمان وهو موجود كده زي ما قلتلك في السوق فدي فرصتك انك تدخليه لهم في اي حاجة حلوة يقدروا يحبوها ويستطعموها وتعجبهم هنا بقى حطيته في التلاجة وهنا كامبرد وتماسك شايفين طبقة ثلاث طبقات شكله طحفة خطير 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 جميل 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 نجيت للاحظة الغزل قاعد اتغزل في الحاجة اللي بعمله لايز ان تحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب فقديني اهوة بحب في الحاجة وبدل لعبرده نفسي يلا معلنا اشوفكم في فيزيو جديد ما تنسيش اللايك وتنسيش تعليق حلو منك محفز يحفزني اني اعمل لك كل جديد ولو لسه ما اشتركتيش انزلي فعالي زر الجرس عشان يوصلي كل جديد جاءت لحظة استطعم الطعم وده كانت المفاجأة طعمه رهيب خطير 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 جميل بجد محتاج انك تجربه وتقوليني رأيك فيه كان ايه في الكومنتات تمام كده يا ست الكل تمام كده يا ست الكل يارب ما كونش طويلت عليك الفيديو وكون المكونات عندك في البيت تقومي تعمليها هوا والتدعيلي دعوة حلو منك يا ست الكل ما تحرمش منكم ابدا جزاكم الله كل خير بيكم القناة في تكبر جزاكم الله كل خير اشوفك فيديو جديد من فيديوهاتي ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبكم في اللقاء باي باي